للمزيد عن فعليات مهرجان العالمين الجديدة ينضم إلينا مراسل التلفزيون المصري محمود جميل محمود بعد التحية الصورة تتحدث عن نفسها بمزيد من الجمال والبهجة والسرور محمود المزيد لديك بالطبع عن عروض وسبقات الهجن الذي يتم تنظيمه بالمشاركة بين وزارة الشباب والشركة المتحدة للخدمات الإعلامية واتحاد الهجن تحياتي ليك مصطفى من مدينة السحر والجمال مدينة العالمين الجديدة وكما تحدثت هي الصورة التي تتحدث والحقيقة أجواء مبهجة جميلة ويوم مهم من فعليات مهرجان العالمين الجديدة سباق الهجن الذي انطلق اليوم بالتعاون بين وزارة الشباب والرياضة والشركة المتحدة للخدمات الإعلامية والاتحاد المصري للهجن والتي بدأت فعلا من منطقة سيدي عبد الرحمن بالإضافة والمرور بالممشى السياحي ومنطقة النورث سكوير لحد وصولها إلى المنطقة الترفهية والحقيقة احنا عشنا أجواء جميلة من التقاط الصور أمام الأبراج اللي بتزين مدينة العالمين الجديدة 50 جمل بيشاركوا من كذا محافظة بنتكلم عن حوالي 15 محافظة و22 قبيلة مشاركين في هذا العرض بالإضافة إلى طبعا الاستعداد اللي هيكون لسباء الهجن يوم الثلاث والأربع في مضمار الهجن في مدينة العالمين الجديدة لكن خلينا نعرف كواليس الاستعدادات كمان للبطولة اللي جاي أو السباء اللي جاي للهجن ونعرف طبعا المشاركين بصفة أكتر خلينا رحب بضيفي العزيزة الشيخ عيد حمدان وهو الرئيس الاتحاد المصري للهجن برحب بيك يا شيخ عيد وإيه الصورة الجبيلة الحلوة اللي أنتم مشاركين بيها النهاردة ولو تكلمني عنها أكتر والاستعدادات والمشاركين طبعا بالجمال وأعضاء الاتحاد المصري للهجن والله إحنا سعيدين بأطلالتكم علينا الإعلام المصري دايما ورانا طبعا المشاركة إحنا بنشارك في بلدنا وبنفرح ببلدنا وبدأ بلدنا دايما لما تكون في تطور وزداد اليوم البراجل يتزين مدينة العالمين أول مرة نجيها وأول مرة 15 ألف من أبناء القبال من محافظات الصعيد ومحافظات سينة ومحافظات السمعالية ومدن القناة كلها موجودة اليوم في مدينة العالمين موروث الأباء والأجداد الهجن الموروث ذا أكثر من 1500 عام رياضة الهجن ذي بدأت من أكثر من ألف هذه الأولى في التاريخ فالبدو اليوم والقبائل كلها في مدينة العالمين عندنا بطولة كبيرة جدا في يوم الثلاث والأربع وجبنا من أفضل السلالات اليوم نعرض بيها حوالي 50 جمل نعرض بيها العرض اللي شايفه أنت وكل سنة إن شاء الله هنكون موجودين الدكتور أشرف الصبحي دايما مبادراته وأفكار طيبة وراء الهجن فخامة الرئيس بيدعمنا في كل مكان فالشكل اللي شايفينه في مدينة العالمين وإن شاء الله كل سنة هنقدم جديد في هذا المدين أهمية التعاون ما بين حضراتكم كان الاتحاد المصري للهجن والشركة المتحدة للكدمات الإعلامية وكمان التسهيلات اللي بتقدمها ليكم الشركة علشان يكون فيه سباء وعروض بالمنظر الجميل اللي احنا شايفينه النهاردة في العالمين الجديد والله المتحدة هذه قناة أو شركة بنشكرها جدا أبناء القبائل كل مصر بتشكروها بتشوف البدو كلهم وكوادرهم وغيرتهم شايفين المتحدة عملت زحم أعلامي لرياضة الهجن ولا قناة في الماضي عملت زي عملت المتحدة الإعلام له دور كبير في النهضة والنجاح وأنا بشكر المتحدة عبر منبرك هذا على الدعم كبير لهذه الرياضة وبنشكره في خامة الرئيس وإن شاء الله أنت اليوم في 1500 جمل بعد المتحدة والأطلالة الكبيرة للإعلام كل قرى كل المدن والصحراء كلها بتتفرج علينا اليوم السنة الجهة تجه 3000 مشارك نعم فبنشكر المتحدة على هذه الأطلالة طيب وإن شاء الله يريد في كل مناسبات الهجن أنها تنقل بث مباشر لرياضة الهجن زي ما السعودي بتعمل وغاطر بتعمل بث مباشر للأشوات كروة غدم نكون معاكم لحظة بلحظة أكيد في فعاليات الهجن بس أقول لي أخيرا كده انتباعك عن مهرجان العالمين الجديدة والأجواء الجميلة في مدينة العالمين والله بحجة كبيرة وإن شاء الله قبائل مصر كلها 15 ألف عندك السنة جايها تجه 30 أربعين ألف مشاركين في مدينة العالمين هيكونوا موجودين هيجوا سياحة ولكن المشاركين هيصلوا 3000 إن شاء الله أنا بشكرك بالتوفيق وهنكون معاكم منتظرين طبعا السباء المهم والبطولة المهمة للهجن في مدينة العالمين الجديدة وإحنا كاتحاد مصري أنا عضو المجلس التنفيذي في الاتحاد العربي إن شاء الله دول الخليج في الاتحاد العربي معنا عشر دول إن شاء الله هكونوا موجودين في العالمين العام الغادم إن شاء الله شكرا جزيلا الشيخ عيد حمدير رئيس الاتحاد المصري للهجن بشكرك وشرفتنا يعني مشاهدين الكرام زي ما تبعنا كده التفاصيل والاستعدادات الخاصة ببطولة الهجن والتعاون الكبير اللي بيتم بين الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية مع وزارة الشباب والرياضة والاتحاد المصري للهجن الحياة الشركة دايما حريصة على أن هي تقدم تنوع مختلف لزائري ورواد مهرجان العالمين الجديدة ويمكن منذ قليل كان في عروض للطنورة والفنون الشعبية واللي اشتركوا معها طبعا العروض الجمال اللي موجودة فكان في حالة حلوة جميلة موجودة وسط الأبراج والجو الجميل طبعا اللي موجود في مدينة العالمين الجديدة فالحياة في أجواء مبهجة واحنا لسه الفعاليات مكملة معانا النهاردة هيكون فيه في المنطقة الترفيهية عروض الطنورة وعروض طبعا وزارة الثقافة بالتعاون أيضا مع الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية فبندعو كل الناس أن هي تيجي وتحضر فعاليات مهرجان العالمين الجديدة سباق مهم النهاردة وعروض جميلة طافت كل الشوارع والمناطق السياحية الخاصة بمدينة العالمين الجديدة ولسه هنكمل السباقات دي يوم الثلاثة ويوم الأربع هيكون فيه بطولة مهمة جدا طبعا في مضمار الهجن في مدينة العالمين الجديدة وزي ما كنا بنتكلم أن المدينة أصبحت الوجهة السياحية الدولية المهيفة هنشوف فيه مشاركات عربية ونشوف فيه مشاركات أجنبية في مختلف الفعاليات أكيد يا محمود الصورة بتتحدث عن نفسها وزي ما قال الشيخ عيد السباق وهذه المسابقة لها تاريخ طويل في محافظات مصر وبالطبع ستكون في العام القادم مختلفة متنوعة تارية لها بعد مختلفة محمود يعني الصورة تتحدث عن نفسها أرجو أن تنقل لنا الصورة من جديد وتترك الصورة للمشاهد الكريم حتى يرى هذا الجمال ويرى هذا السحر المتواجد على أرض مصر